اتقلك ان قلوس كيروش بيبعث مسجات للمدربين المرشحين لتدريب منتخب مصر عشان يقولهم ما تجوش منتخب مصر رأيك كيف تكسر انا رأيي ببساطة ان التسريبة دي يعني ما جاتش في محلها لانه ده انت بتقلم قيمة مصر او قيمة منتخب مصر اللي موجود معاه احسن لعيب في العالم موضوع مش منطقي وموضوع عارف بلدي اوي حسين بلدي اوي حسين اوي اتعرف انا قلت يا ساعتها كابتن دايا قلت لو حد دخل على الويكبيديا يعني المدرب اللي هيبقى مرشح تدريب منتخب مصر هيخوش على الويكبيديا هيعرف ان في اخر المدرب عارف معاتر لما بقعد اتناقش منقشة جدة ما بين المسؤول عن تعاقدات وهو دلوقتي حازم وهو شخصية معروفة وشخصية مشهورة وبينواصل الاتحاد المصري وبعد اتعاقد مع مدرب اقول له لا انا مش هجلكوا علشان كروش كلمني وقال لي اوي عشان يعني حسنا فعل حازم انه كدب دا بشدة وقال له دا ما يحصلش وما حصلش وكلها يما بنختلف على مديات يما بنختلف على بعض ابنود اي حاجة زي اي تفاوض عادي بيحصل فيه منقشات وممكن يتفقوا او ممكن ما يتفقوش طيب كارلوس كروش كان عنده اختلافات مادية مع منتخل مصر حاجة معلنة مع اتحاد الكرة لمصر حاجة معلنة انت ما اعلنتش دا ليه لا انا ما اعلنتش لانه يعني اولا انا ما جاتش عليها عقوبة دي عقوبة مع ان انا اللي كنت هروح المؤتمر دا اصلا كنت انت العاشيلي اللي بقى من كبير دا فكان ممكن تبقى هي عقوبة من اللي الكاف جاية على كارلوس كروش المناقشة فيها وانا استحق او ما استحق ايش هو دا الجدل اللي داير بين كارلوس كروش والاتحاد المنطقة فانا ما عليش اه انا ليا مستحقات عيما ودل انا عشده وخد منعه اه 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 انا جاي لك يعني اه اه اخدنا جزء اه اه وفي وعد انه لما الحالة تتحسن او يبقى حازم وعدنا حتى مسؤول الاتحاد يعني قالوا على فترة على فكرة كل انا كنت فاهم ان الجهاز الاجنابي كله لكن اتضح ان كلنا ماشيين بنفس الجدول يعني فكل فطبعا احنا يعني ما فيش اي حاجة لازم ننتظر يعني ها هتنتظر عادي اه طبعا بس مش مددقة يعني لا لا الناس يعني مش مش هياخدوا فلوسك يعني مش هتحصل حاجة زي كده يعني او ما حصلتش قبل كده في مصر يعني ناخدوا نرجع بقى ده دي زي بيقول المقدمة السينمائية اللي بنجيب من الاخر بس نرجع بقى للاقوم نرجع